ومع مرور كل عام كان جورج تشولز يحظى بالاحترام المتزايد ويعتبرونه ربما أعظم وزير خارجية في تاريخ أمريكا وكنت أعرفه جيداً كان رجلاً مرحاً ويتحلى بصفات رائعة وكان ذكياً جداً وداعماً كبيراً لريغان الذي كان يجد صعوبة في طرد أي موظف وربما يعود سبب ذلك إلى والده الذي تعرض للطرد من وظائف عدة شخص مثل جورج تشولز الذكي جداً واللطيف والمرح الذي كان وزير خارجية رائع أتمنى لو أن لدينا واحد مثله الآن نعم لقد فهم أنه من مصلحة الولايات المتحدة أن تجمعها علاقة قوية بروسيا وقد ساعد على تحقيق ذلك ودعم ريغان في شكل كبير والأمر صحيح نحن بحاجة إليهم الآن أكثر من أي وقت صبق فلا أحد يعرف الصين كما تعرفها روسيا ولا ننسى أن روسيا هزمت النازية وكل جنرال كبير أعرفه ولا أقصد في وزارة الدفاع الأمريكية يقول إن روسيا دافعت في الحرب العالمية الثانية عن ستالينغراد وتكبدت خسائر فادحة خلال تصديها للنازيين ترجمة نانسي قنقر